السبعة الخير اليوم أريد أن أكمل موضوع اللي بدأتهم بارح بتاع الرأي اليوم سأتحدث عن منظور آخر وهو المتلقي المجتمع لأن هناك فرق ما بين مجرد السمع والانتباه أن الواحد فعلا يستمع أو يصطنط أو أنه ينتبه للي يتقال ممكن تسمع أنت ودانك شغالة إنما ما فيش ولا كلمة أنت استوعبتها وبتبقى تبقى دي صعبة فدي مشكلة في مشكلة أخرى اللي هو من يدخل في حوار أو من يسأل سؤال أو من يسمع فقط ليتكلم يعني هو مش بيسمع عشان يفهم أنت قلتك دي صعبة برضا دي بتخلي الحوار غير مجدي يعني لأنه أنت بتقول كلام هو اللي قدامك مش عايز ينتبه ولا عاوز يفهم ولا عايز يعرف حاجة يعني في النهاية والموضوع يعني حتى تخش في دايرة عمنا زي الجدال بالظبط اللي هو جدال للجدال اللي هو فهو حوار أو اجتماع فقط اللي هو بيسمع فقط عشان يتكلم في الأحلى يعني زي سايبك تتكلم يعني أنت بتتكلم وهو مش منتبه اللي أنت بتقوله بعدين بيقول الكلام اللي هو بيقوله ويمكن بيعيد كلام أنت نفسك قلته أو موضوع أنت نفسك ويرجع يسألك أسئلة إيه توريني مجاوب عليها في الكلام يعني أنت بتتكلمه جوابت على الأسئلة والمشكلة الأخرى اللي هو من يعيد أو من يعارض كلامك ويعيده هو يعني يقولك لأ أنت كلامك غلط وبعدين يروح عايد نفس الكلام اللي أنت قدر دي برضو ناس تبقى صعبة جدا الحوار معها وأنا مجرد النوعية دي بتبقى يعني ليه عايزة تغلطك في الكلام وخلاص وإنها يعني بتدخل في الجدال برضو ملوش معانا وإن هي عايزة حتى لو هي مؤمنة بنفس اللي أنت بتقول وهي مجرد عايزة تقول وحتى على اليوتيوب يعني فيه ناس ممكن تعلق باين أو إن هي ما انتبهتش للكلام أو ما سمعتش الموضوع كله لأن المهم أن أنت تسمع وتنتبه للموضوع كله مش فقط جزء وتسيب الباقي وتبني أنت أساطير من خيالك يعني المهم أن أنت تنتبه للموضوع من البداية للنهاية لأن ممكن كلمة تروح منك تفصيلة صغيرة من الكلام اللي قدامك بيقوله بتضيع بتفرط منك القصة ما بتبقى مش عارف مين راح فين ومين جي منين يعني فقط للرد عليه أو فقط لكي تقول ما تريد أن تقوله ودي من ضمن الحاجات اللي تعلمت أنا في الجامعة هنا فيه تعلمت في السبيتش دي بتبقى مادة مخاومة يعني تدرسها كل التخصصات بتدرسها هنا يعني أنت عليك مادتين فيه انجليش كامب وفيه سبيتش المادتين دولا إذا كنت متخصص في المحاسبة هتدرسها في الكيميا هتدرسها في المدرس هتدرسها يعني محامي هتدرسها فالمهم من ضمن الحاجات أنا فاكر إن علمونا إن لما تيجي تتكلم تدخل في حديث كويس إن انت تنتبه طبعا لازم تنتبه وعشان تبقى إن انت انتبهت أولا لما تيجي ترد أو تيجي تكمل ما تبتليش بالاعتراض لا ابتدي بأسلوب يبقى إن انت مع الشخص وانت فهمت اللي هو بيقوله إنما بتكمل عليه بتبني عليه مش بتنقضه النقد بالضاد يعني بتهدمه وبتبني بداله لا انت بتبني عليه يعني انت معاه في حاجاتنا ما بتكمل هذه نقطة مهمة جدا النقطة التانية لما تيجي تتكلم تبقى محتاج أن انت تعيد جزئية مما قيل حتى ده بتدرب مخك إنك تنتبه للكلام يعني ان انت عشان تكمل ويبقى فيه الحوار مجدي وحوار محترم ان انت لازم تعيد جزء من اللي قدامك قاله فتقوله اه انت قلت كذا وكذا فعلا إنما كذا وكذا عشان تبين ان انت انتبهت المفردات اللي هو قالها زي زمان كنا أنا فكر فيه أسئلة كده كانوا مثلا بيخصبوا علينا إن احنا ما نجاوبش إجابة بسيطة كده لازم نجاوب في جملة يعني مثلا من الذي أنشأ بنك مصر فنكتب نقول طلعت حرب هو أو الذي أنشأ بنك مصر طلعت حرب مثلا حاجة كده يعني ان احنا نجاوب من السؤال يعني كان ساعات كده بيطلبوا مننا وانا فكر حتى ما كنت بدرس فرانسا واحنا وصغير كان فيها سئلة كتير بتطلب مننا ان احنا لازم نجاوب كده من السؤال يعني حتى يقولك ايه اجاوب من السؤال فالنوعية دي هي بتدرب العقل على ما انت عشان ترد محتاج تبقى منتبه لللي بيتقال بتحط في دماغك كده لا انا عشان ارد دي بتبقى محتاجة تدريب شوية تبقى محتاجة ان الواحد ولازم انت كمان نفسيا بتبقى مهيئ زي ما قلت ان انت مش فقط عاوز تكلم عشان ترد او بتسمع عشان ترد لا انت مهيئ ان انت تحاول ان انت تستوعب اللي قدامك ده بيقوله لانه بتبقى صعب جدا لما بتقول كلام وتعيده ألف مرة ومش هابقى وتحسه اللي قدامك ده مش منتبه في حاجة يعني طيب على ايه يعني ما خلاص يعني طب ايه الفايدة من الكلام فالانتباه للحديث مهم ان انت تبقى منتبه لما يقال وده بيخلي اللي قدامك كمان هينتبه للي انت بتقوله انما لو انت لهيت اللي قدامك بان هو يعود يعيد الكلام ويقولك تاني وهو بتاع فهو حتى مش هينتبه لك لان هو منتبه فقط انه يعني خلاص اللي اتنين بقوا في كورة كده متكعورين على بعضه ومش قادرين يعني يلتقوا كده زي واحد الكورت الصوف كده تعقدت في بعضه صعب ان انت تفكها فلازم الانسان هو بيرد يبين ان هو ان انتبه للحديث وايضا نيجي الفكرة ان برضو لا تعيد يعني لا تعطرد وتعيد نفس الكلام لو عايز تعطرد طبعا اقول اعتراضك انما لو انت من الصنف ده يبقى خلاص بقى يعني كل واحد يبقى يبقى قلة الكلام احسن يعني فشيء مهم ان الانسان يبقى عنده هذا الانتباه للموضوع لانك لو انت مش منتبه للموضوع ما انتبهتش للقصة ما انتبهتش للفكرة ما انتبهتش للتفاصيل يبقى ضعت منك الحكاية والكلام بعد كده هيتبني مش هيبقى مفيد فعلشان يبقى الحوار موجدي لازم الانسان يبقى منتبه للمستمع ومش بيستمع فقط علشان يجاوب او علشان يقول او علشان يعترض وما يعادش يعترض وبعدين يعيد نفس الكلام اللي التاني قاله او ممكن تبقى اللي اتنين يعني هو بس عاوز ينبح اللي قدامه وخلاص زي ما بيقولوا يعني بلا كنت انا بحت صوتي بتبقى مشكلة دي وكمان انه يمرن نفسه على انه يبقى فهمه كلام رايح فين فعلشان لما يبتدي يبني الكلام يبتدي من خلال ما قيل في الحديث ودي بتسهل حاجات كتيرة حتى في الحياة العملية الانسان لما بيتدرب على الفكرة دي بتخلي حتى موخه والذاكرة بتبقى افضل لان طول ما انت مش عايز تنتبه للموضوع مش هتفتكر يعني حتى ما بتروح اجتماعا بتبقى قاعد في ندوة قاعد في حاجة لو انت مجرد عاوز بتسمع بس عشان تقول يبقى العقل مش متدرب على الاستماع والانتباه وللتذكر ما قيل انت لو انتبهت الحاجة بتتشرح حتى في الدراسة ممكن مش لازم مش محتاج تكتبه ولا تذكرها بس مجرد ان انت تنتبه لمقيل تبقى خلاص وتعيش العمر كله لان حاسة الصوت كمان لما بتتقلب الصوت والواحد ينتبه لمقيلة له بتفضل موجودة في العقل اكتر من اي حاجة تانية يعني يقول لك لسه صوته فوداني فعلى الله بس يكون الفيديو ده كان على السريع كده لان من التعليقات اللي ساعد بقراها او من احاديث او انا ما بدخل في مناقشات مع حد او حتى على التلفزيون او اي ان كان بتلاحظ ان مشكلة زي ما قلت مبارح اللي هو الجدال لمجرد الجدال او الاعتراض بالرغم من الاتفاق ويباني ان هو معترد ان ما هو متفق لكي يغلط فقط ويخطط فقط من يتحدث وساعات بيبقى مفيش عدم يعني مفيش انتباه خالص لما قيل وده بيسبب يعني مشكلة واه اهم النقطة التانية اللي هو الانتباه والاستماع للاستماع او الاستماع لفهم ما يقال وعندما الانسان يريد ان يعترض او ينقد ما قيل عليها ان يبني على ما قيل وانه هو يبين لله دام انه هو فهم او سمع حاجات وبيعيد عليها وبيزود عليها وفي نفس الوقت ان هو يعني يبتدي ايضا يفكر مش فقط يسمع ما هو انت سمعت وانتبهت في تحليل ما يقال ونشوفكم على خير ان شاء الله والسلام موسيقى موسيقى